الجهاز الفني لمنتخب مصر وده خبر رقم عشرة استكر مبدئيا مبدئيا على ضم محمد هاني ظاهير ايمن الاهلي خلال معسكر مارس المقبل استعدادا لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم طيب هتقول لي مش بادر الكلام ده هفهمك الحكاية محمد هاني كان كيروش حاطت عينه عليه كان عايزه هو بيدور دايما على باك يمين يشتغل مع منتخب مصر محمد هاني ما كانش بيشارك الفترات الماضية مع النادي الاهلي وبالتالي محمد هاني ما كانش ليه مكان في منتخب مصر لما محمد هاني شارك في كأس العالم الاندية وظهر بمستوى معقول جدا الراجل دخل اهتمامات كيروش مرة اخرى وغالبا هيبقى موجود مع المنتخب في المعسكر اللي جاي معسكر مباراة السنغال طيب